بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم هذه رسالة إلى أتباع الراق المخرف ربيع نعيم ورسالة إلى المغرر بهم من طرف هذا الراقي وأشباهه من رقات الخرافة والدجل وضعنا مقطع مؤخرا فيه هذا الراقي المخرف ربيع نعيم وأنتم كما تعلمون مصاب بالسحر ومس وقد بينا ذلك في مقاطعه بالصوت والصورة المقطع الذي وضعناه فيه مقطع موسيقي لمغني يغني الراي وأنتم تعلمون بأن غناء الراي هو أفحش للأسف الشديد غناء كما تعلمون ذلك جيدا فيسمع في هذا المقطع مع الموسيقى وهو راقي يتظاهر أنه قال الله قال رسول الله وأنه يحرم الغناء ويحارب شياطين الجن وأنه ملك الرقية وأسد الرقية كما يصفه أتباعه المساكين المغرر بهم البعيدون عن أحكام الرقية الشرعية وعن فتاوى الآئمة فلما وضعنا هذا المقطع وهذا المقطع موجود في حسابه يعني لم يضعه شخص آخر عنه لو وضعه شخص آخر لقلنا لبس وهذا المقطع قد يكون في توشيوب كما يقولون أو مصطنع أو مفبرك على هذا الرق المخرف لكن هذا المقطع موجود في حسابه في التوكتوك في حسابه يعني هو من يضع المقاطع في هذا الحساب لا شخص آخر يضع المقاطع غيره فهذا المقطع وضعه ويبين بأنه في السيارة ويتكلم صوته غير مسموع يتكلم دون أن نسمع صوت هذا الرق المخرف لكن نسمع المغني يقول في بعض العبارات مع الموسيقى موسيقى الرأي هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الرأي يسمع الغناء ويسمع الموسيقى ويسمع الرأي وفي تلك اللحظة التي كان يتكلم فيها كان يسمع في الغناء وظن من نفسه لما فتح وأراد أن يبث مقطعا ظن من نفسه أن الصوت الغناء مختفي وصوته ظهر لكن الله سبحانه وتعالى يفضح يفضح الراق المخرف ويفضح من يحارب الرق الشرعية باسم الرق الشرعية يفضح المنجمين والكهنة والسحارة والمشعودين والمشعبدين والعرافين زد على ذلك أنا وضعت في قناتي منذ سنة أو سنتين مقطع له يسمع في الموسيقى صراحة أراد أن يبث بثا مباشر وقبل البث فتح الكاميرا على زاوية من زوايا بيته والموسيقى عادية موسيقى موسيقى عادية مفتوحة نسمعها بوضوح قبل أن يبدأ البث بثلاث دقائق أو أربع دقائق ثم لما جلس أمام الكاميرا وبدأ بالبث أغلق الموسيقى وبدأ بالبث قلنا لأتباعه هذا ناقي خرافة والدجل يحاور ويستعين ويستغيث ويستخدم الجن ويعين الجن ويساعد الجن ويعمل لصالح الجن ويعمل مع الجن ويعمل مع الشياطين بالأدلة القطعية من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ومن فتاوى الآئمة كلما أتيناهم بكهانة وتخريف وتحريف لهذا الرق المخرف قالوا مفابرك قالوا يكذبون عليه قالوا حاشاه قالوا الشيخ العلام الفهم رسر زاما أنا وصل بيد الحد لو أن هذا الرق المخرف أو غيره من الرقات لا قدر الله يصبحون صراحة سحرة يقولون لهم خلاص نحن لسنا نقات نحن سحرة وكان وخرجنا من الإسلام هكذا لو يقولوا بألسنتهم بأننا خرجنا من الإسلام أتباعهم يجعلون لهم أعذانا ويقولون لعله شارب خمر لعله نائم لعل المستكلم على لسانه يعني يعتذرون لكهانته ودجله وتخريفه على حساب الدين وعلى حساب السنة وعلى حساب الشرع مهما كان يخطئون الشرع ويكذبون السنة مقابل أن يعتذروا لراق الخرافة الذي يخرب صراحة وتخريفه واضح حتى للأعمى واضح بي لا يشك فيه أحدا مثل ما خرفوا في هذا المقطع هذا المقطع ماذا فعلت أنا أنا كراقي ماذا فعلت أو غير من الرقاط ذهبوا إلى حسابه فوجدوا المقطع في حسابه هكذا كما وضعته بالضبط هو يتكلم صوته خافت وصوت الموسيقى والمغني مرتفع يبدل على أنه يسمع في الغناء ونسي نفسه أن يخفي الغناء بكي يسمع الناس صوته ففضحه الله سبحانه وتعالى وكشف ستره أنه يسمع الغناء وقد وضعت مقطع عيني منذ سنوات فيها سماعه للغناء في قناته والمقطع موجودة في قناتي في اليوتيوب الراقي أبو عائشة وجويري الأثر الجزائري فلما وضعنا المقطع قالك تكذب عليه وهذا فيتوشوب كما يقولون ومفبرك ومصطنع ويأخذون له الأعذار ويكذبون الدين ويردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأمور أخرى في باب الرؤية النبي يقول لهم لا يجوز وينهأهم عنها وهذا حرام وهم يقولون لا قال شيخنا وقال إمامنا وقال علامنا وقال أسدنا بأنها تجوز تجوز قال العالم الفلاني الشيخ الفوزان اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز لا تجوز قال لك لا هؤلاء لا ليس لهم علم في باب الرؤية الذي له علم ويقدم في باب الرؤية والاجتهاد في باب الرؤية ملك الرؤية الراق المخضر في ربيع نعيم فنسأل الله الثبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت أقدامنا ويثبت قلوبنا على دينه وعلى الإيمان حتى نلقاه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هؤلاء الأتباع خلاص مصابون بالعمى لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي هي في الصدور أصيبوا بالعمى شخفهم حبه أصبحوا يحبونه لذاته يرد السنة يرد القرآن يسوب عالم لا يهمهم قال قال الشيخ رضي الله عنه حتى ولو قال كرمة كفر رضي الله عنه شاء من شاء وأبى من أبى لكن سيأخذون الإثم معه وسيأخذون الوزر لنشرهم لكهانته ودجله وتخريطه وتحريفه يساعدونه في نشر الدجل والكهانة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما أرد أن أنبه عليه أتباعنا وغيرنا من الناس من المرضى الذين يتلبس عليهم ويلبس عليه أتباعه المسفقين والراقسين والمغنين والمشجعين له في نشر كهانة فالمقطع نقلناه من قناته في التوك توك كما هو بدون إضافة وبدون نقصان فإذا فبرك فبرك على نفسه ولكن لم يفبرك كيف يفبرك على نفسه ويضع مقطع فيه موسيقى كيف يفبرك على نفسه ويضع مقطع فيه موسيقى صوته مختفي والصوت الموسيقى والغناء ظاهر هذا يدل على أنه يسمع الموسيقى ويسمع الغناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم ورد علينا البعض منهم قال لك هم بعدين الموسيقى والغناء اختلف فيها العلماء ليش تعيب عليه الراقي يسمع الغناء والموسيقى هذا راقي شرعي وتقول لي اختلف العلماء أجمع العلماء أجمع العلماء على تحريم الغناء بل كما قال أحد المشايخ الغناء حرم قبل أن يحرم الزن والخمر بالأدلة الشرعية أجمع العلماء على أن الغناء حرام ثم تأتي أنت وتحاول أن تعتذر لمخرفك لأنك تحبه على ظهر السنة وعلى حساب السنة فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته